ونبدأ جولتنا من خلال أولى محطاتنا لليوم مع مراسلنا مراسل الإخبارية الذي يحكي لنا قصة شخص يضع أمام منزل صندوق أنيق أسمى عش الكتب ما هو الهدف من هذا الصندوق ولماذا عش الكتب ومن وراء هذه الفكرة زميلنا محمد الحمادي صباح الخير أهلا وسهلا محمد صباح الرضا صباح النور صباح النور سارة وعبدالله صباح الورد والجمال صباح السعادة اش قصة هذه الفكرة والصندوق طبعا سارة وعبدالله هذا هو الصندوق عش الكتب طبعا هذه فكرة للكاتب والمؤلف والمعلم أيضا حسن آل حمادة من محافظة القطيف طرح هذه الفكرة وضع هذا الصندوق تحديدا أمام منزله خلينا أقترب شوي وضع هذا الصندوق عش الكتب أسمى طبعا أنت الفكرة وش هي بالضبط الآن أنا مثلا عندي في البيت بعض الكتب اللي قرأتها وكذا بإمكاني أحضر إلى ثلاث كتب أجي وأستبدلها من الكتب الموجودة في هذا الصندوق وأيضا كاتب هنا ملاحظة لمن لا يملك كتابا له نسخة هدية يعني حتى اللي ما هو قادر أن يستبدل كتب أو ما يمتلك كتاب بإمكانه أن يأخذ كتابا من هذا الصندوق إذن معاي صاحب الفكرة هذه الأستاذ حسن آل حمادة هو مؤلف له عدد من المؤلفات والكتب أستاذ حسن صباح الخير وأنت وضعت هذا العش عش الكتب وهي حتى الإسم جميل جدا حدثنا عن الفكرة كيف أتت إليك طبعا الفكرة تأتي ابتداد لاهتماماتي بثيمة القراءة وتشجيع عادة القراءة بعد أن كتبت مجموعة كتب وطرحت فكرة بسطة كتب وقبلها مهرجان اقرأ كتابك في اليوم الوطني حبيت أقدم هدية لوطني الغالي فأتت فكرة عش الكتب أن أضع هذا العش وبالفعل قررت أن أقوم بتوزيع 90 كتابا في اليوم الأول باعتبار أن الحضور أصبح حضور طيب وجميل ضربت العدد في 3.270 كتابا توزيع مجاني كل من يريد أن يأتي ويأخذ كتاب حيا فالحضور كان جميلا من الجنسين كبارا وصغارا طبعا اضطرت أن أضع خارج الصندوق أيضا بعض الكتب فتحت كبوت السيارة أو شنطة السيارة ووضعت مجموعة كتب لأن الصندوق لا يسع فيما بعد قررت أن يكون المكان لتبادل الكتب كما قلت 3 كتب لكل شخص يأتي يستبدل 3 ويضع في مكانها 3 كتب أخرى يعني كيف وجدت تفاعل الناس أنا من خلال حديثي معك أن في أشخاص أيضا كانوا يوضعوا عدد أكبر من الكتب لاستفادة الآخرين بها نعم الحمد لله المجتمع فينا سراقيين يعني يأتي يمكن أحيانا يضع عشرة كتب ويأخذ كتابا واحدا أو يضع عشرين كتابا طبعا البعض يبادر بالاتصال أو إرسال رسالة أنني وضعت كتب أحيانا لا يسع العش للكتب فيضع الكتب في كيس عند عتبة الباب فأنا أقوم بتوزيعها على عدة أيام وكيف أيضا يعني خلال الأيام الماضية تقريبا هل هناك من أرقام للتبادل اللي حصل التبادل الكتب طبعا في اليوم الواحد لا تقل عن عشرة كتب أحيانا يتم استبدال كل الكتب الموجودة في الصندوق أو في العش يمكن خمسة وعشرين كتابا ثلاثين كتابا لكن المعدل لا يقل عن عشرة كتب يعني خلال الأيام هناك أيضا أنا رصدنا تفاعل كبير جدا من المؤلفين والمؤلفات في محافظة القطيف والمنطقة الشرقية بشكل عام زودوك بمؤلفاتهم لوضعها أيضا في هذا العش حدثنا عن هذا الجانب المثقفون بشكل عام يعني أصحاب مبادرة يعني بمجرد أن يرون مبادرة طيبة وجميلة يتفاعلون معها أكثر من مؤلف وأكثر من كاتب وكاتبة أيضا طبعا لا أنس أيضا دور المكتب العامة بالقطيف والمكتبات العامة في المملكة بشكل عام أنا لدي تواصل مع المكتبات خاصة أن أتخصصي مكتبات ومعلومات ولدي تعاون مستمر المكتبات العامة أيضا تزودني ببعض الكتب بين فترة وإخرى يعني يبادروا بالاتصال يجهزوا مجموعة كتب وأحضر استيلانهم الله يعطيك العافية وبالتوفيق فكرة مبتكرة وجميلة نتمنى أيضا أن تستمر هذه الفكرة طبعا عدنا فكرة جديدة ستكون قريبا بعنوان من الطارق إن شاء الله لدى نترقب شكرا لك شكرا لكم ولحضور الأخبار هي الدائم طبعا سارة وعبدالله الأستاذ حسن الحمادة أيضا كانت لديها أفكار سابقة وعرضنا بعض منها بسطة حسن وهو الذي كان يتنقل بين مناطق كثيرة وأيضا يعرض الكتب هذه الآن هي الفكرة ربما الجديدة عش الكتب وتفاعل كبير جدا من المجتمع الهدف إيصال الثقافة لكل الناس الهدف طرح أفكار مختلفة لإيصال رسائل ثقافية عامة تحيتنا له بكل تأكيد يعني المثقف المبادر اللي عنده أفكار خلاقة أكيد أنه ما حط احترام وتقدير يعطيه ألف عافية وشكرا جزيلا لك أيضا محمد الحمادي على اقتناصك دائما لهذه الأفكار الجميلة يعطيك العافية